كما أكدت مديرية المرور العامة أن الخطة الخاصة بعيد الأضحى المبارك لم تتضمن أي تقطوعات للطرق مدير إعلام المرور العميد زياد القيسي قال أن الخطة هي ذاتها والتي نفذت بالأعوام السابقة والتي ربما يتم قطع طريق مدينة ألعاب الزورى وطريق الجزيرة مؤكدا أن المديرية كثفت من مفارزها لسيما في المناطق الترفيهية ومناطق الزخمة